السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من تعلم العربية إن شاء الله نتابع ما بدأناه في كورس النحو المجاني إن شاء الله على القناة والنهاردة هندرس الجملة الإسمية الجملة الإسمية سميت إسمية لأنها تبدأ باسم وبها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر اليوم هنعرف نحدد المبتدأ ونحدد الخبر إن شاء الله قلنا يا حبيبي تاني أن الجملة الإسمية سميت إسمية لأنها تبدأ باسم أهو الاسم اللي في البداية ده بنقول عليه مبتدأ المبتدأ سمي أيضا مبتدأ لأننا نبدأ به الجملة في الغالب يعني ففي المثال اللي أمامي الله واحد الله واحد قبل ما حدد نوع الجملة لازم أشوف أول كلمة في الجملة أول كلمة دي اسم ولا فعل الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى اسم دي اسمية على طول تمام؟ يبقى أحدد الجملة سواء اسمية أو فعلية بأول كلمة في الجملة إذا كانت اسمية زي كده أحدد في دماغي إن الجملة الإسمية لها ركنان أساسيان هما المبتدأ والخبر أبحث عن المبتدأ أهو الاسم اللي في البداية مبتدأ على طول يبقى الله مبتدأ ولو لاحظت هتلاقيني حاطت عليه ضمة الضمة ديت هي علامة الرفع المبتدأ دايما مرفوع وأيضا الخبر باستمرار مرفوع يبقى الله أقول مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة طب أين الكلمة التي أكملت أو أتمت معنى الله آه كلمة واحد فنيجي هنا للخبر الخبر هو الجزء المتمم للفائدة أنا لو قلت لك الله هتسألني تقول لي ماله سبحانه وتعالى ماله هقول لك واحد هتقول لي آه فهمت يبقى كلمة واحد هي اللي ريحتني هي اللي تممت معنى الجملة أو اللي بيتمم معنى الجملة داي أولاد هو الخبر هو الايه هو الخبر يبقى الله مبتدأ لأن احنا بدأنا بيها الجملة واحد خبر لأنها اللي أخبرتني أو تممت معنى الجملة ريحتني نفسيا الأسرة متعاونة دي جملة اسمية ولا فعلية أشوف أول كلمة في الجملة الأسرة الأسرة اسم أم فعل طبعا اسم فيها علامتين أهو ألف ولام وتاء مربوطة يبقى اسم يبقى الجملة دي جملة اسمية يجي في دماغي على طول الجملة الاسمية فيها مبتدأ وفيها خبر المبتدأ اللي بنبدأ بيه في الغالب أهو الأسرة هي مبتدأ لما أقول لك أعرب كلمة الأسرة أحط لك تحتها خط تقول لي الأسرة مبتدأ مرفوع وعلامة الرفعي اتضم أوه هتقول مبتدأ وتسكت أكمل الإعراب بتاعت علشان تاخدوا الدرجة كاملة يبقى الأسرة مبتدأ واسكت لا مبتدأ مرفوع وعلامة الرفعي اتضم طيب متعاونة هي اللي تممت معنى الجملة كلمة متعاونة لو أنا قلت لك الأسرة وسكت هتقول لي مالها الأسرة هقول لك متعاونة هتقول لي تمام يبقى كلمة متعاونة هي القبر لأنها هي تممت المعنى تمام الجملة اللي بعدها ركز فيها بقى العلم طريق التقدم جملة اسمية ولا فعلية أول كلمة اسم يبقى جملة اسمية يجي في دماغي مبتدأ وخبر المبتدأ اللي بدأنا به العلم مبتدأ مرفوع وعلامة الرفعي الضم العلم ماله طريق التقدم أي كلمة فيها هي الخبر يا جماعة فين الكلمة اللي تممت المعنى كلمة طريق العلم طريق الجملة انتهت طب طريق إيه طريق التقدم طريقه التقدم يبقى كلمة طريق هي الخبر خلي بالك لأن مش أي كلمة تبقى الخبر في الآخر وخلاص لا الخبر هو اللي بيتمم المعنى ممكن تبقى تاني كلمة ممكن تبقى الكلمة التالتة كلمة الرابعة ممكن تكون بعد سطر أو تاني سطر كمان الخبر المهم الخبر هو اللي بيتمم معنى الجملة طب لو قلت لك أعرب ما تحت خط كلمة طريق تقول لي خبر مرفوع وعلامة الرفعي الضمة يبقى المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع باستمرار يبقى زي ما قلنا حبيبي أن المبتدأ دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة الرفعي الضمة والخبر مرفوع وعلامة الرفعي الضمة إذا كان طبعا مفرد وهناخد طبعا علامات إعراب المبتدأ والخبر في دروس قادمة إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم